لن نتخلى عن الرسومات وأن تققر البعض بهذا الخطاب العنصري أثار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون غضب الشعوب الإسلامية من المحيط إلى الخليج العربي استنكار شديد وإدانات واسعة على المستويين الرسمي والشعبي لخطاب ماكرون الذي أصر فيه على مواصلة الإساءة للإسلام والمسلمين حيث انضمت عشرات جمعيات التجارية العربية إلى حملة مقاطعة البضاعة الفرنسية بعد دعوات شعبية لسحب المنتجات الفرنسية من الأسواق عبر تصدر واسم إلا رسول الله بمقاطعة المنتجات الفرنسية منصات التواصل الاجتماعي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيران الغضب الشعبي امتدت إلى الداخل الفرنسي حيث لجأت جمعية التجمع ضد الإسلام وفابيا في فرنسا إلى الأمم المتحدة بسبب موقف إدارة ماكرون المعادي للمسلمين وتحديداً الجالية التي يبلغ عددها نحو 6 ملايين نسمة بالإضافة إلى أعلان وزارة الداخلية اعتزامها إغلاقت جمعية في إطار حملة الممنهجة أغلقت بموجبها السلطات 73 مسجداً وجمعية منذ بداية العام الجاري بذريعة ما سمته التطرف الإسلامي على الصعيد الآخر لم يتلقى استهداف المسلمين في فرنسا أي اهتمام من الإعلام الفرنسي لا سيما بعد تعرض محجبتين للطعن وسط باريس قبل أيام قليلة وهما غاب عن خطاب ماكرون الذي يعالي من الرهاب الثقافي والديني تجاه الإسلام مقاطعة البضاع الفرنسية سلوك حضاري ضد محاولات استخدام حرية التعبير لغرض النيل من المعتقدات الآخرين لغرض انتخابية يقول متابعون في وقت كان من المفترض إيجاد حلول ناجح لأزمات البلاد الاقتصادية وفشل الإليزيف في احتواء تظاهرات تطالب منذ سنوات بتحسين الوضع المعيشي وهما يستلزم أجوبة محددة وعاجلة وفق صحيفة لوموند الفرنسية التي أكدت أن ماكرون عاجز عن الإجابة عنها وهو الأمر الذي يبدو أنه يدفع بالرئيس الفرنسي للجوء إلى إرث بلاده الاستعماري المعادل الإسلام من أجل ترحيل أزماته الداخلية والخارجية المتعددة